حدثنا أبو المغيرة قال سمعت الأوزعية قال حدثني ربيعة بن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزعمون أني آخركم وفاة ألا أني من أولكم وفاة وتتبعوني أفنادا يهلك بعضكم بعضا حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا هشام بن الغازي قال حدثني أبو النضر قال دعاني واثلة بن الأسقع وقد ذهب بصره فقال يا خباب قدني إلي يزيد بن الأسود الجرشي فذكر الحديث فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل لا أنا عند ظن عبد بي فليظن بي ما شاء حنى عصام بن خالد وأبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال سمعت عبد الوحيد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه في المنام ما لم تري أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل حثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني قال حدثني عمر بن رؤبة قال سمعت عبد الوحيد النصري يقول سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت عليه حثنا سليمان بن داود أبو داود الطيالسي قال أخبرنا عمران القطان عن قتادته عن أبي المليح الهوذلي عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المائن وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصله حثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني محمد بن عجلان قال سمعت النظر بن عبد الرحمن بن عبد الله يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعظم الفر من يقولني ما لم أقل ومن أرى عينيه في المنام ما لم تري ومن ادعى إلى غير أبيه حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عمران أبو العوام عن قتادته عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول الليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربعين وعشرين خلت من رمضان حدثنا عاريم بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليمين فقالوا أن صاحبا لنا أوجب قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار شدد عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بن هاشمين واصطفان من بني هاشمين حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شدد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم اسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بن هاشمين واصطفان من بني هاشمين حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شدد أبي عمار قال دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا فلما قاموا قال لي ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بل قال أتيت فاطمة رضي الله تعالى عنها أسألها عن علي قال التوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم أخيذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى علي وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه فخذه ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساء ثم تلى هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق حسنا زياد بن الربيع قال حدثنا عباد بن كثير الشامي من أهل فلسطين عن امرأة منهم يقال لها فسيلة أنها قالت سمعت أبي يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على ظلم قال أبو عبد الرحمن سمعت من يذكر من أهل العلم أن أباها يعني فسيلة واثلة بن الأسقع ورأيت أبي جعل هذا الحديث في آخر حديث واثلة فظننت أنه ألحقه في حديث واثلة